العملة ديت يعني لازم نقول برضو مواصفاتها كلها بالتفصيل عشان كله يبقى عارف فالعملة ديت زي ما احنا قلن مواصفاتها اه وزنها يعني زي ما انتم عارفين برضو نعرف برضو الوزن بتاع حوالي زي ما احنا قلن اربعة ونص جرام انا بكرار عشان يبقى كله عارف الكتر بتاعها اربعة وعشر ملي السمك بتاعها حوالي واحد ملي اتعامل من القطعة ديت بس اللي هي عامل مرأة الف وتسعمائة خمسة وسبعين الخمسة كروش اتعمل منها اتنين مليون قطعة فقط اتسك من العملة دي اتنين مليون قطعة يا جماعة تمام العملة ديت ممكن نقول تبدأ مسلا سعرها نقول مسلا يعني زي بدأنا تبدأ مسلا بحوالي تلاتين جنيه توصل اربعين توصل ستين جنيه توصل احيانا لمية جنيه بحالة الانصر لازم تكون العملة نظيفة وكويسة وجديدة وبحالة الانصر اما لو فيها شيء عيوب او اي حاجة لا تساوي شيء وانا بقول تايمن مش يعني دايما اقوله الربع وبتاع بس لا تساوي شيء لان محدش بقرب للعملات اللي هي بايزة او فاتة اكل او فاصدة او فاتة كلم من فالعملة لو معاك بحالة الانصر بتفرق في السعن فالعملة دي زي ما احنا قلنا بالزبط عارفنا الوقت اسعار العملة دي ايه الخمسة كروش دي عشان انت تتحافظ عليها سا ما تستعجلوش وصبور وحنا ما معناش يعني مشروع على ورسينها ولا شارينا بالفلوس ولا الكلام من ده لأ العملة معانا لو بتاكلها لو بتشرب نعيني العملة دي زي ما احنا قلنا من البداية الوزن بتاع اه كام زي ما احنا قلنا وزنها اربعة ونص جرام القطرة بتاعها خمسة عشرين ميلي السمك بتاعها واحد ميلي عدد القطع بتاعتها اتنين مليون قطعة تمام اتنين مليون قطع سعرها زي ما احنا قلنا يتراوح من تلاتين جنيه لحد ما توصل تمانين جنيه واكتر من كده في حالة الانصر بدون اي عيوب من اي نوع نهائي في العملة وكده الاسعار كلها واضحة قدامكم تمام عشان ما حدش يقول ده بتعمل خمسمائة بتعمل ستمائة اللي حاجات اللي انا بقولها يا جماعة حقيقية ما حدش يسمع كلام حد العملات لسه متدولة والنوادر بس اللي بتعمل فيوز اشتركوا في القناة